اشتركوا في القناة الاندروين وهي ان تطبيق اليوتيوب لم يعد يشتغل على الاصدارات القديمة من الهواتف فكل ما عليك هو ان تتابع معنا هذا الفيديو لاخر ولا تنسى ان تقوم بمشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة فكما تشاهدون سنقوم بالشرح لكم الطريقة من خلال هذا الهاتف الذي لم يعد يشتغل عليه تطبيق اليوتيوب كما تشاهدون معي فهذا الاصدار من هذا التطبيق لم يعد يشتغل على هذا التطبيق سنقوم بالدخول الى التطبيق اليوتيوب من هنا لنتأكد انه لم يعد يشتغل معنا سندغط عليه من هنا بعدها تظهرنا هذه الواجهة إصدار اليوتيوب هذا قديم ولا يتوفر لجهازك أي تحديد له يرجى الانتقال إلى منصة اليوتيوب على متصفحات بدلا من ذلك كما تشاهدون فالتطبيق لم يعد يشتغل معي على الجهاز لذا سنتطرق إلى حل المشكلة سوف نتوجه إلى الصفحة الرئيسية كما تشاهدون معي ثم سوف ننتقل إلى المتصفح جوجل كروم نضغط عليه من هنا بعدها سوف نقوم بكتابات هنا في الأعلى يوتيوب بعد أن تظهرنا الواجهة الخاصة بمنصة اليوتيوب على المتصفح سوف نأتي إلى هنا في الأعلى نضغط على ثلاث نقاط ثم سنتوجه مباشرة إلى الإضافة إلى سطح المكتب نضغط من هنا تظهرنا هذه الواجهة سنقوم بإزالة الصفحة الرئيسية كما تشاهدون معي سنقوم بإزالة الصفحة الرئيسية كما تشاهدون ثم نضغط على إضافة ثم نضغط مرة أخرى على إضافة من هنا بعد سنقوم بالخرج من الصفحة المتصفع جوجل كروم من هنا كما تشاهدون فالتطبيق هذا لم يعود يشتغل سندغط عليه ضغطة مطولة ثم سندغط على إزالة أو إلغاء من هنا كما تشاهدون معا ثم سنقوم بالتمرير إلى الجانب كما تشاهدون يظهر معنا التطبيق الذي أضفناه كما تشاهدون معا فكما تشاهدون فهذا هو التطبيق البديل الخاص بنا الذي سنستخدمه لأنها الطريقة الوحيدة لتشغيل منصة اليوتيوب على الهاتف سوف نضغط على هذا التطبيق الذي أضفنا أو الواجهة التي لا أضفناه هنا نضغط عليها كما تشاهدون سيقوم بمباشرة بفتح لنا التطبيق اليوتيوب كما تشاهدون معا ويمكن أن نقوم بتصفح منصة اليوتيوب من هنا بطريقة سهلة جدا سنقوم بالخروج مرة أخرى كما تشاهدون معا ثم سنقوم بالدخول من جديد إلى هذا التطبيق الذي أضفناه كما تشاهدون الآن يتم تحمل لنا المنصة الخاصة باليوتيوب لنقوم بمشاهدة جميع الفيديوهات الخاصة بمنصة اليوتيوب كما تشاهدون فبهذه الطريقة الواحدة يمكن أن تقوم بتشغيل مرة أخرى اليوتيوب على الإصدارة القادمة من الهواتف فبدون أن تقوم بتغيير هاتف كفارية الطريقة الواحدة التي من خلاله يمكن أن تقوم بتشغيل منصة اليوتيوب بطريقة جيدة وبدون أي مشاكل فإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك له ومشاركة هذا الفيديو لتعمل فائدة